اهلا وسهلا بكم في ساندويش وحاجة ساقعة النهاردة هنعمل ساندويش بيرجر فرنش توست ونطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويش مكونات ساندويش بيرجر فرنش توست مكونات ساندويش بيرجر فرنش تشادر حمرة زبدة مايونيز لبن فلفل اغدر متقطع جولين وبرضو بصل متقطع جولين شوية توم مفرومين وهنستعمل شوية بيض مضروب وعيش توست الحاجة نجهز البرجر بتجليش تشعب 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 بعد كده نحط فلفل مع البصل شوية ملح فلفل شوية ملح شوية ملح شوية ملح شوية ملح شوية ملح شوية ملح خط على البيت شوية لبن شوية فلفل ضربهم كويس موسيقى هذه كانت ندهنة طوست بميونيز حط حطة جبنة شذر برغر اخط شوية من البصل الفلفل نقفل الساندوش بعد كده الخليط بتاع البيت واللبن والفلفل نحط فيه توست الناحيتين خط على الزبدة نور هادية نور صحيح و مقاعش فرنش توس ده مفروض ان هو اصلا طبعا بيتعمل حلو اول ما تعمل لك مفروض ان هو حتى بتحط بدل الفلفل الاسود مع البيض واللمن بتحط فانيليا بس بعد كده لقوا انه ممكن يتعمل بيه حاجات كتيرة جدا حادق ويبقى طعمها كويس زي الساندوش اللي عملنا النهاردة طبعا بيربقى كريمي جدا بس سخن جدا بتعمله طبعا منه العدد اللي انتو عايزينه بربون غارنش كده ساندوش بتانه جاهز ساندوش برگر فرنش توست تاندوش بحاجة ساعة بلا نوش نهاردة هنعمل عصير بورتقان بالكيوي المكونات عصير بورتقان خوخ معلب اناناس معلب والمية بتاعت الاناناس وكيوي نجيب الخلاط نحط الأول نحط الأول الخلاط الأول نصير بورتقان ميت الأنناس المعلب نفل خلط نخلط 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 نخلط